عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا طبعا امبارح كان في ضيعة للفرص وكان في اصرار على ان الاهل يحرز هدف مبكر من الشوت الاول ولكن يا جماعة الكورة دايما التوفيق مش هيعد معاك في كل المباراة يعني لو قارننا ما بين فرص مباراة الامس مع فرص مباراة اتحاد جدة التوفيق كان معنا في مباراة اتحاد جدة سواء في البداية ركلة جزاء سواء في تزديد حسين الشحات اللي كانت امبارح حسين بيحاولي قرارها مرة واثنين وثلاثة مش عايزة تيجي لكن في مباراة اتحاد جدة من اول لمسة الكورة راحة هدف هو دا عنصر التوفيق انت بتشتغل وبتكتهد وبتعمل عليك لكن التوفيق ما كانش معاك حكمة ربنا صحنا وتعالى على فكرة جماعة خدوا بالكم برضو اي مدير فني بيشتغل على ان يوصل فرقته للمرمى ولكن مش يعني ما بيبقاش عنده الفكر ان هو ازاي يعني هو اللي يحرز الهدف ممكن يعمل لك اكتر من عشر فرص يعمل لك مثلا تزديدات كتيرة على المرمى ولكن في النهاية انت مدى يعني تركيزك على المرمى انا من وجهة نظري يعني من خلال متابعيتي للاهلي في بطولات كتيرة في كأس العالم الاندية في بطولات انا حضرتها من الملعب وفي بطولات شفتها من خلال شاشة التلفزيون كولر في بطولة كأس العالم في المغرب وبطولة كأس العالم في المملكة العربية السعودية الاهلي لعب افضل مباريات لي في كأس العالم بكل امانة يعني أنا شفت مباراة كتيرة من أول 2005 من أول نسخة الأهلة يشارك فيها وفي بطولات أنا حضرتها وسافرت وشفت عن قرب أداء الفريق لا أنا مع كولر شفت الأهل في كاس العالم في المغرب والنهاردة في السعودية أفضل كتير بيلعب كرة هجومية لعب مطشق دامريال مدنيت كبير جدا لعب مباراة أمام اتحاد جدة مباراة كبيرة جدا الفوز على اتحاد جدة في السعودية يا جماعة على فكرة فوز مش هين فوز مش عادي فوز مهم جدا في التوقيت دا بالذات وانت بتلعب مشروع كبير جدا بيحاولوا يوصلوا بالكرة السعودية لمستوى معين انت بأقل إمكانيات مادية رحت أثبت ان القصة مش قصة فلوس بس لا قصة إمكانيات فنية قصة تجرنتة تحدي إصرار تركيز كل دا انت قدرت تتحققه في مطشق اتحاد جدة وانا شايف ان دا لا يقل أهمية عن الوصول لنهائي كاس العالم على فكرة ممكن البعض يختلف معايا ولكن انا وجمهور كتير من جمهوري نادي الآله كانت شايفة ان مباراة اتحاد جدة كان تحدي كبير جدا في كاس العام للأندية وانا حتى من قبل ما تتعاملوا القرعة وانا هنا من نفس المكان قلت اتمنى ان الآله يواجه اتحاد جدة السعودي وقلت اتمنى ان الآله يكون عنده البداية والانطلاقة مع اتحاد جدة السعودي دا نقطة مهمة جدا عشان تشوف انت وصلت الفين لما وجهت بطل كوبا لبرتادورس اكيد لها يعني اطار مختلف استعداد مختلف طريقة مختلفة الشوت الاول انت حاولت وكان عندك فرص كتيرة حسين الشحات هل ممكن بيفكر في الانجاز ان يكون هدف العرب في كاس العالم هل ممكن يكون عايز يتساوى مع ميسي وسوارز ان يحرز خمس اهداف في كاس العالم دا كل دا اطموح مشروع ولكن الانجازات الفردية مع الانجاز الجماعي ما تحققاش مبارح قهربة كان ليه محاولات برسيته وما كانش محظوظ التغيرات ممكن كانت متأخرة ولكن يا جماعة اجمالا انا شايف الاقل عمل مبرك وايسة جدا